اشتركوا في القناة وعدد من دول القارة نتيجة تمدد خطر الارهاب هذا فضلا عن ملف سد النهضة الذي يشكل تحديا كبيرا امام السلطة المصرية الجديدة وستحظى مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات القمة الافريقية باهتمام كبير ليس فقط في مصر ولكن في القارة الافريقية عموما لانها تأتي بعد عام من تجميد انشطة مصر في الاتحاد الافريقي ومن الحياة اللندنية نقرأ بعنوان السيسي بحث الارهاب والوضع في ليبيا مع ابو تفليقة وفي التفاصيل يقول غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجزائر بعد ظهر امس الاربعاء في اختتام زيارة عمل استغرقت ساعات عدة اجرى فيها محادثات مع نظيره الجزائري عبدالعزيز ابو تفليقة حول الارهاب والوضع في ليبيا قبيل توجهه الى ملابو لحضور القمة الافريقية وحضر اللقاء السيسي مع ابو تفليقة كل من رئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء بالاضافة الى وزير الطاقة يوسف يوسفي اذ ان الجزائر تجري محادثات لبيع غاز طبيعي لمصر لاستخدامه وقودا في محطات توليد الكهرباء واتفق البلداني على تصفية البترول الجزائري الخام في مصانع التصفية المصرية لاستخراج مشتقات النفط وخاصة المزود الذي تستورد منه الجزائر كميات كبيرة ومن الشرق الاوسط نقرأ خبرا تحت عنوان انتحاري يفجر نفسه بفندق في بيروت واعتقال اخر بعد مداهمته من الامن اللبناني وجه الامن اللبناني امس ضربة استباقية اسفرت عن مقتل انتحاري واصابة اخر كان برفقته بالاضافة الى اصابة ثلاثة عناصر من جهاز الامن العام الذين داهمت قوة منه فندقا في محلة الروشة غرب بيروت حيث كان الانتحاري ورفيقه يقيمان به قبل توجههما لتنفيذ عملية انتحارية جديدة بعد عمليتين مماثلتين نجحت احداهما جزئيا ليلة اول من امس عند احد مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت وتبنى اللواء احرار السنة بعلبك تفجير الروشة واعلن ان مجاهدين اخرين اصبحوا بامان خارج منطقة العملية الاستشهادية وتوعد في بيان على صفحته الرسمية على موقع تويتر حزب الله والجيش اللبناني مشددا على ان النصر الذي تحققه داعش في العراق يأتي بمثابة دافع لكل مجاهد في العالم وكان انتحاريا اقدم على تفجير نفسه في الضاحية ليلة الاثنين الثلاثة بعد اشتباه عنصرين من الامن العام فيه مما ادى الى مقتل عنصر من الامن العام هو عبد الكريم حدرج نختتم جولتنا في الصحافة العربية بخبر من السفير اللبنانية التي نشرت تقريرا عن الوضع في الموصل وجاء في العنوان الموصل في ظل الدولة الاسلامية خوف وترحال واضرحة مهدمة يقول التقرير وسط مشاعر الخوف والقلق بات المشهد المسيطر على الموصل عبارة عن اضرحة مهدمة ومدينة تخلو من بعض ابنائها الذين فضلوا الترحال على معاملتهم كاقليات واهل زمة بينما امرت النساء بالتزام المنازل وعدم الخروج الا برفقة محرم هذا هو المشهد بعد مرور اسبوعين على سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش على ثاني اكبر مدينة في العراق وبالرغم من ان التنظيم يحظى بتأييد بعض المتعاطفين مع هدف استعادة الخلافة الاسلامية او الكارهين لحكومة المالك فقد اثار الخوف في نفوس الاقليات فكل مسيحيين موصل تقريبا فروا منها وكذلك مجموعات اصغر مثل الشيعة الشبك واليزيديين ختام هذه الجولة مشاهدين مع الصحافة العربية شكر المتابعة وعودة للزملاء